الحقيقة انه في فصل السيف طبعا الاجازات زي ما حضراتكم عارفين الناس كلها على البحر الناس كلها في المدن الساحلية الحقيقة انه اكتشفت حاجة لطيفة جدا يمكن انا شخصيا شفتها السنة دي يمكن كنا متعودين دايما ان احنا بنشوف بس الاجانب هما اللي مسكين كتب على حمامات السباحة او على البحر او كده انما الحقيقة اكتشفت انه فيه ناس كتير جدا ابتدت تقرأ على البحر قاعدين بيقروا ما بيعملوش اي حاجة هما قاعدين مستمتعين بالهوى الحلو وقاعدين بيقروا على البحر ودي حاجة الحقيقة انا على المستوى الشخصي فرحت لي اكتشفت بقى بعد كده انه كمان وزارة الثقافة خلال فترة السيف عملت حاجة لطيفة جدا ومعارض كتاب في المحافظات الساحلية ليه في المحافظات الساحلية؟ لان كل الناس بتتردد على المحافظات دي خلال فصل السيف مثلا معرض فرس البر للكتاب في دورته الثالثة شاركت فيه طبعا 23 دار نشر خاصة الى جانب مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب والوثائق وكان قبل كده فيه معرض مكتبة الاسكندرية وده كمان يمكن حقق نجاح كبير جدا كان فيه معرض فورس عيد السادس للكتاب وده كمان كانت فكرة جميلة جدا اننا نستمتع بأجازتنا وفي نفس الوقت يبقى معانا كتابنا اللي بنقرأ فيه نعلم ولادنا ان الكتاب يبقى معاهم مش بس الوقت المدرسة انما كمان يبقى معانا كتاب بنقرأ فيه كمان في الأجازة ده فيما يتعلق بالحدث الثقافي المهم اللي كان حاصل خلال الفترة اللي فاتت